بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرد جبر المصوفات ومع الجزء الثالث من الدرس الأول في الوحدة الثانية لنتعرف على الصيغة العامة لإيجاد محدد المصوفة المربعة باستخدام مفقوق المعاملات في البداية نتعرف على كيفية إيجاد إشارة المعامل صين باترنفوركو فاكتورز ففي البداية تقول القاعدة المواضع الفردية لها negative signs والمواضع الزوجية even positions have positive signs والمواضع الزوجية لها إشارات موجبة كيف نحسب الموضع هو حاصل جمعة i زائد j أي الصف والعمود الذي فيه العنصر فمثلا العنصر a1-1 موجود في الصف الأول والعمود الأول إذا جمعنا الصف زائد العمود كان المجموع 2 أي أنه عدد زوجي لذا فإن الإشارة موجبة أما العنصر a1-2 فإذا جمعنا الصف زائد العمود كان الناتج ثلاثة وهو عدد فردي فتكون الإشارة سالبة ويمكن الحصول على هذا النموذج للإشارات سريعا مثلا في المحدد ثلاثة في ثلاثة نبدأ من أقصى الركن الأيسر فنكتب إشارة موجبة ثم نبدل الإشارات سالب موجب بعد الموجب سالب موجب سالب وهكذا نبدل وبنفس الشيء إذا كانت المصف أربعة في أربعة بدأنا من أقصى الركن اليسار بإشارة موجبة ثم بدلنا باقي الإشارات لنحصل على إشارات كل المعاملات وهذه هي الصيغة العامة لهذا النموذج نبدأ بأقصى الركن اليسار بإشارة موجبة ثم نبدل الإشارات والآن مع الصيغة العامة كما ترونها في المربع وهي عليها ملحوظة هي أننا إذ آن إن في إن ماتريكس أي أنها مصفوفة مربعة ثم regardless of which row or column of A is chosen بغض النظر عن أي صف أو أي عمود يمكن اختياره قد نختار الصف الأول الصف الثاني العمود الأول العمود الثالث ليس هناك أي مشكلة في اختيار الصف أو العمود بغض النظر عن الصف أو العمود المختار فإن العدد الذي نحصل عليه بضرب كل مدخلات هذا الصف أو هذا العمود في المعاملات وجمعها إلى بعضها البعض هذا يعطي قيمة المحدد بغض النظر عن الصف أو العمود الذي اخترنا بمعنى أننا إذا اخترنا مثلا الصف الأول فنضرب كل عنصر من عناصر الصف الأول في المعامل المقابل ونجمع هذه الأعداد إلى بعضها فيعطينا في الآخر قيمة المحدد بغض النظر عن أي صف أو أي عمود قد اخترناه وتوضيح ذلك إليكم هذا المثال العددي نريد أن نحسب محدد هذه المصفوفة باستخدام أكثر من صف وأكثر من عمود فمثلا لو أخذنا أحبتي في العمود الأول سي واحد مثلا فقيمة محدد هذه المصفوفة يساوي أولا نكتب مصفوفة الإشارات موجب كما تعودنا سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب فالعنصر الأول سالب ثلاثة إشارته موجبة في المحيدد الناتج عن حذف الصف والعمود الموجود فيه هذا العنصر وهو خمسة واحد صفر خمسة بالمثل نأخذ العنصر الثاني إشارته سالبة سالب اثنين في المحيدد الناتج من حذف الصف والعمود الموجود فيه فيتبقى عندنا صفر سبعة صفر خمسة العنصر الثالث وهو سالب واحد إشارته موجبة المحيدد نحذف الصف والعمود الموجود فيه فيتبقى عندنا صفر سبعة خمسة واحد ويكون الناتج كالآتي سالب ثلاثة ضرب خمسة في خمسة خمسة وعشرين ناقص واحد في صفر بصفر ناقص اثنين صفر في خمسة بصفر ناقص صفر في سبعة بصفر موجب سالب واحد في صفر في واحد بصفر ناقص خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين سالب ثلاثة في خمسة وعشرين ناقص اثنين في صفر بصفر سالب في سالب موجب موجب خمسة وثلاثين سالب خمسة وسبعين موجب خمسة وثلاثين يساوي أربعين بالسالب هيا نأخذ مثلا العمود الثاني المحدد A يساوي العنصر الأول هنا صفر لحسن الحظ فإذا ضربناه فأي محدد يعطي الناتج صفرا فلا داعي لحساب المحدد الذي فيه العنصر الثاني وهو خمسة إشارته موجبة المحدد المتبقي هو نحذف الصف والعمود الموجود فيه فيتبقى سالب ثلاثة سبعة سالب واحد خمسة العنصر العنصر الثالث هو صفر أيضا فلا داعي لحساب المحدد المقابل لأننا سنضربه في صفر فيتلاشى الناتج أي أنه يساوي خمسة في سالب ثلاثة في خمسة سالب خمستاشر ناقص سالب واحد في سبعة بسالب سبعة سالب في سالب موجب سبعة يساوي خمسة في سالب ثمانية يساوي سالب أربعين وهي نفس النتيجة السابقة لو أخذنا مثلا الصف الأول R1 العنصر الأول سالب ثلاثة إشارته موجبة والمحيدد المتبقي حسبناه مسبقا خمسة واحد سفر خمسة العنصر الثاني وهو سفر فلا داعي لحساب المحيدد الذي معه العنصر الثالث وهو سبعة إشارته موجبة المحيدد الذي فيه اثنين خمسة سالب واحد سفر فيكون الناتج ثالب ثلاثة خمسة في خمسة خمسة وعشرين ناقص سفر زائد سبعة سفر خمسة في سالب واحد سالب خمسة في سالب من القانون موجب خمسة فيكون النتج النهائي سالب ثلاثة في خمسة وعشرين سالب خمسة وسبعين خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين أي النتج النهائي أيضا سالب أربعين أي أننا أحبتي مهما أخذنا من الصفوف أو الأعملة فإن النتج النهائي سيكون سالب أربعين وهذا يثبت النتيجة السابقة ولكن الملحوظة هنا هو عدد الحسابات إذا كان اختيار الصف أو العمود يؤدي إلى نفس الناتج بغض النظر عن هذا الصف أو هذا العمود لذا فأنا أنصحكم أن تختاروا الصف أو العمود الذي فيه أكبر عدد من الأصفار لأننا مثلا إذا أخذنا العمود الأول حسبنا كم حد ثلاثة حدود أما إذا أخذنا العمود الثاني حسبنا حدا واحدا وإذا أخذنا الصف الأول حسبنا حدين فكلما كان هناك أصفار أكثر كلما كان عدد الحسابات أقل ترجمة نانسي قنقر